أعلن رئيس جمعية أصحاب الحج والعمرة في غزة عن فشل موسم العمرة للمرة الثانية على توالي بسبب إغلاق معبر رفح البري والوضع الأمني في سيناء المزيد في هذا التقرير للموسم الثاني على التوالي أعلن رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة عن فشل موسم العمرة بسبب إغلاق معبر رفح البري والوضع الأمني في سيناء الأمر الذي أحدث أضرارا نفسية ومادية جسيمة لحقت بالمعتمرين وأصحاب شركات الحج والعمرة الفشل على مدار العام يعني لم يخرج أي معتمر من قطاع غزة في العام 2015 وال2016 رغم أن هناك فيه كانت موافقات أو شبه موافقات أعلن عنها وزير الأوقاف إيقاف العمرة ترك ولا يزال يترك آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على هذه المهنة ومن يحيط بها نحن خايفين من السنة القادمة كمان يسجلوا وما يطلعوش وهذا عبارة عن ضمار لا شاء لشركات الحج والعمرة في قطاع غزة عموما هذا الإعلان وقع كالصاعقة على رؤوس من عقد العزم للمرة الثانية على الذهاب لأداء العمرة بعد أن حظوا ببريق أمل جعلهم يتفائلون غير أن ما ينطبق على تفاصيل الحياة في ظل الحصار المضروب على غزة بات أيضا ينطبق على مواسم الحج والعمرة يا عمنا أنا نفسي أزور الحرم المكي أطلعني اليوم قبل بكرة أطلع وجوازي جاز وفلوسي جازة بعدما أصبح مصير موسم العمرة واضحا تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا سيختلف الحال حتى موسم الحج المقبل أم أن الأمر سيان صاحب الأمل لا يتعب رغم الواقع الذي لا يحمل الكثير من الحلول إلا أن صبر الغزيون لا ينضبوا ولن ينضب حتى زيارة من يرغب منهم للبيت الحرام مناعك القناة رؤيا غزة فلسطين